السلام عليكم ورحمة الله. ازايكم عاملين ايه? يا رب دايما تكونوا في احسن حالة. معدنا النهاردة مع الفيديو بديد من الفيديوهات التليكو. ان شاء الله الفيديو النهاردة هي لان اعجابكم. تابعوني بس لنهاية الفيديو. ان شاء الله الورزة هتنال اعجابكم. وهتنفزوها لاي عمل وباي نوع خيط. انا هنا عملة العينة على اه ابرة مقاس خمسة ونص وخيط متوسط السبق. طيب عشان نبدأ الغرزة هنبدأ على مضاعفات العدد ثلاثة. بنبدأ آآ ونضاعف العدد ثلاثة زي ما احنا عايزين. وبعد كده بنزود غرزة. يعني ايه? يعني مضاعفات العدد ثلاثة زائد واحد. بيبقى فيه غرزة في الاول وفي الاخر بدولة من غرز الحافة. عدد السطور في العينة الاولى بيبقوا سابعة سطور. لكن التكرار بنبقى بنكرر من السطر التاني للسطر السابعة. هنبدأ ونشوف آآ الخطوات خطوة بخطوة. بسم الله مع بعض هنبدأ في شغل السطر الاول ناخد بالنا ان السطر دوت مش هنكرره تاني اما ديجي نكرر العينة. هنبدأ بغرزة حافة ودي خارجة عن نموزج العينة. كل السطر هيكون عندي بالغرزة المقلوب وهنختم السطر بغرزة حافة. يبقى مرة تانية احنا بنشتغل في العينة الاولى سبع سطور. لكن ما باجي اقرر العينة بعد كده بكررها من السطر التاني للسطر الكام للسطر رقم سبعة. يعني معنى كده ان السطر رقم واحد ده بنشتغله في العينة الاولى بس ومش بيتكرر. بنشتغله ايه دلوقتي بنشتغله كله بالغرزة المقلوبة. هنشتغل مع بعض السطر التاني ومن اول السطر ده هيكون التكرار. طيب احنا هنعمل في ايه? هنبدأ بغرزة حافة. ومن اول هنا هشتغل غرزة واحدة بس وهشتغلها غرزة عدل ومش هكررها تاني. يبقى احنا بنبدأ السطر التاني بغرزة واحدة عدل ومش بتتكرر. اللي بيتكرر هم تلات غرز. من اول هنا. طيب هنعمل لفة في الاول وبعد كده الغرزة الاولى هنقلها اكني باشتغلها غرزة عدل. والغرزتين دولم هشتغل كل واحدة منهم بالغرزة العدل. وهاجي اجيب الغرزة لانا قلتها من غير ما اشتغلها. واعديها على الغرزتين. واقعها من على الابرة اليمين. كده خلاص. هم التلات غرز دولم. هم دولم اللي انا بكررهم لغية من يختم استطر بغرزة حفة. مع بعض انتابع فيه اتكرار التلات غرز. كده احنا خلصنا وكررنا كام غرزة. كررنا تلات غرز لغية ما استطع عندي خلص. هنيجي نختم استطر بغرزة حفة. هنشتغل دلوقتي استطر التالت وشغل استطر التالت هنبدأ بغرزة حفة كل غرز العينة هكون عندي بالغرزة المقلوبة. يبقى استطر التالت شغله آه كله بالغرزة المقلوب وهنختم استطر بغرزة حفة. هنشتغل دلوقتي استطر الرابع. وهنبدأ بغرزة حفة. وهنشتغل ونكرر تلات غرز من اول هنا. اول حاجة هنعمل لفة. وبعد كده الغرزة الاول هنقلها من غير ما نشتغلها. وهاشتغل الغرزة التانية غرزة عيدل والتالت غرزة عيدل. وهروح للغرزة لانا نقلتها على الابرة اليمين من غير ما اشتغلها. ادخل الابرة الشمال. واقعديها واقعها من على الابرة اليمين. يبقى كده خلاص. التلات غرز هم دول من انا هكررهم لغاية ما يتبقى عندي غرزة واحدة بس. مع بعض نتابع في التكرار. ايه خلاص كده. احنا خلصنا الا تلات غرز كررناهم لغاية ما تبقى عندي غرزة واحدة بس. هشتغلها غرزة عيدل. ويبقى كده غرز العينة كلها خلصت هنختم استطر بغرزة حفة. هنبدأ دلوقتي في استطر الخامس وشغل استطر الخامس زي التالت. بنبدأ بغرزة حفة كل غرز العينة هكون عندي بالغرزة المقلوب. يبقى انا عندي استطر الاول والتالت والخامس شغلهم بالغرزة المقلوب. وصلنا مع بعض لي استطر استادس. هنبدأ بغرزة حفة. طيب احنا هنيجي نشتغل آآ غرزتين بس بالغرزة العيدل في بداية استطر استادس. ودولم انا مش هكررهم تاني. يبقى دولم انا بشتغلهم مرة واحدة بس ومش هكررهم. التكرار بيجي من اول هنا تلات غرز. هنعمل اول حاجة لفة. وبعد كده الغرزة الاولى هننقلها من غير ما نشتغلها. والغرزة التانية هشتغلها غرزة عيدل. والتالتة هشتغلها غرزة عيدل. هروح للغرزة اللي انا نقلتها من غير ما اشتغلها. وعديها واقعها من على الابرة اليمين. كده خلاص احنا خلصنا الثلاث غرز. دولم بيتكرروا لغاية ما يتبقى عندي غرزتين. هنشوف مع بعض احنا هنشتغلهم ازاي. كده احنا خلصنا خلاص تكرار الثلاث غرز. وصلنا لاخر غرزتين من غرز العينة. هشتغلهم بالغرزة العيدل. وهنختم السطر بعد كده بغرزة حفة. اه وصلنا للسطر السابع والاخير. شغله هيكون ازاي? هنبدأ بغرزة حفة. كل غرز العينة هكون عندي بالغرزة المقلوب. يبقى السطر السابع. والسطر الخامس والتالت والاول. كلهم شغلوهم بالغرزة المقلوبة. وبكده اكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو. ده شكل العينة اللي احنا اشتغلناها. اشتغلنا سبع سطور. بنقرر من السطر التاني للسطر الخامس. شايفين العينة قدية شكلها جميل. والغرزة كمان واضحة جدا. والفراغات واسعة. لو انتم حابين تعملوا الفراغات اوسعة من كده. الخيط بيكون اقل من الابرة. اه تقريبا درجة. يعني انا دوت بنشتغله دايما على اربعة ونص انا اشتغلته هنا على الخمسة ونص. اه ناخد بالنا كويس. لو احنا عايزين نوسع ممكن نشتغل على ستة كمان. هيبقى معايا الغرزة واسعة وهتبقى شكلها جميل. اه ده شكل العينة. كمان خليني اوريكم وقبل ما اقفل الفيديو. آآ نفس العينة وبنفس الخيط بس بالابرة المناسبة لي اللي هي ابرة مقاس اربعة ونص وكمان انا قررت العينة اكتر من مرة. خلينا نشوف ونحكم على الغرزة. آآ دوت آآ شايفين انا بس عايز اوريكم الفراغات بنفس الخيط الفراغات دي ازاي? آآ معمولة بابرة اربعة ونص. الابرة المناسبة لي. لكن دي ابرة خمسة ونص. ناخد بالنا بس انا حبيت اوريكم. لو احنا عايزين نعمل فراغات آآ واسعة شوية فبنكبر الابرة وما بيهمناش ان الخيط آآ يكون مناسب او مش مناسب. خلاص يبقى انا كده خلصت معاكو ووريت لكم آآ نقطة مهمة جدا. انا بس عايزة كمان اوريكم شكل الفراغ ما بين الابرة مقاس اربعة ونص وابرة مقاس خمسة ونص شايفين? الفراغ هنا واضح قوي. وآآ طبعا بنشتغلوا بابرة اكبر شوية من آآ رقم الخيط. ده ابرة اربعة ونص. آآ انتو بقى حكوموا زي ما انتو عايزين. عايزين الفراغات ضيقة. يبقى اعملوا بالابرة المناسبة للخيط. لو انتو عايزين الفراغات كبيرة شوية. فبتزودوا آآ عن الخيط درجة. ده شكلها من الخلف. كده خلاص احنا خلصنا خلاص الفيديو. اتمنى ان يكون الشرح واضح. والفيديو ينال اعجابكم. لو عجبكم الفيديو. ياريت تعملوا لايك. ولسه ما اشتركش يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد. لو في اي سؤال بس تكتبوه في التعليقات وانا ان شاء الله هرد عليكم على طول. ياريت تتفعلوا معي آآ يعني تقولولي رأيكم في الغرزة. وتكتبوه لي في التعليقات وتقولولي رأيكم. شايفين قدي الغرزة شكلها حلوة قوية. هتنفع معكم لاي عمل. انا بشهر كل من شاهد الفيديو حتى النهاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.